كورونا التي بتنا معتدين على التعايش معها تركت أثاراً كبيرة في العالم التكنولوجي وغيرت بعض العدد ومن هذه التغيرات التي شهدها عالم الأعمال وعالم الوظيفي نوع الاجتماعات وكيفية القيام بها فللتقليل من اللقاءات المباشرة تمت الاستعانة بالاجتماعات الافتراضية لكن دراسة جديدة كشفت أن هذا النوع من التواصل يقتل الأفكار الإبداعية فما مدى صحة وخطورة هذا الأمر نتابع ومعنا مباشرة من عمان المتخصصة بشؤون الموارد البشرية سالي أبو علي أهلا بك أستاذة سالي أولاً كل عام وأنت بخير كيف يمكن أن تؤثر برأيك هذه الاجتماعات الافتراضية على تبادل الأفكار على التقليل من المواهب وعلى إضعاف الإبداع بين أعضاء فريق العمل الواحد طبعاً لكل شيء دائماً فيه آثار إيجابية وآثار سلبية الاجتماعات الافتراضية طبعاً قللت تكلفة الوصول صورنا وينما كان بالعالم نقدر كلياتنا نجتمع صار فيه حفظ الاجتماعات أسهل من أنه يلا نكتب صار نقدر أنه نسيف المعلومات صار طبعاً فيه عندنا التزام بالحضور هلأ السلامة العامة اللي هي طبعاً كانت الفترة الماضية هي جداً مهمة لكن سلبياتها كانت كثيراً على المؤسسات وهلأ المؤسسات العالمية كلها عم بتحاول ترجع موظفينها بالذات اللي تتنافس على امبليور اوف تشويس مثل أمازون مثل جوجل مثل أبل لأنه اكتشفوا أنه في شيء مهم جداً اللي دائماً كنا سنين عم نشتغل عليه اللي هو الامبلييز انججمينت الريتنشن للموظفين كله هذا عم بروح لابتكار المبتكرون واللي هو طبعاً مهارة جداً جداً مهمة ومطلوبة أصلاً في الأيام اللي جاي هدول المبتكرون عندهم ذكاء عاطفي عالي عندهم دي آر انجج يعني بيجوا أصلاً عندهم نشاط منتمين لها المؤسسة عندهم أفكار بيحبوا يتعاملوا مع الأشخاص أنت لما بتحطهم وراء الشاشات عم تاخد من طاقتهم ومعروف أنه في دراسة طلعت بتقولك الأشخاص الأقل تركيزاً هم أكثر ابتكاراً تمام؟ برضو الدراسات أصدرت أنه الموظفين يعني يرهقوا من خلف الشاشات من كثر الاجتماعات التركيز في الشاشة أنت بتعرف ممكن يفصل الإنترنت ممكن أنه يطلع إيميل اللي حاطت الواتساب على اللابتوب تبعه الصوت الأجواء العامة كل هذه عم تقطع حبل الأفكار عم تقطع التركيز فالاجتماعات التفاعلية الموجودة لها دور أكبر بكتير منها أستاذ سالي الخبراء يقولون أن هذه الاجتماعات الافتراضية اليوم لديها عقدة أساسية فقدان التواصل البشري المباشر فقدان الإحساس مثلا عندما يحصل أي جدل في موضوع معين يذهب مباشرة إلى جدل وخلافات مباشرة وهذا ما تقول عنه معظم الشركات أنت كمتخصصة اليوم في إدارة وتنظيم عمل الأفراد كيف يمكن تجاوز هذه الخلافات وماذا خسرت الشركات مع فقدان هذا الإحساس أو الحس البشري المباشر جميل زي ما حكيت في بدايته أنه عندك الشركات الكبيرة التفتت لهذا الموضوع بتحاول ترجع موظفينها إحنا ما بنمسك العصى من النص يعني خلص مبسطنا على موضوع العمل عن بعد وأنا ذكرته عبر شاشتكم مسبقا فكلنا صرنا يلا بنوفروا العمل عن بعد لازم نمسك العصى من النص هلأ طبعا إحنا عمانا بنشغل على الورك لايف بلانس إنه الموازنة بين الحياة الموظف وبين العمل لحتى تكون إنتاجيته أكتر لحتى نحافظ عليهم فليه ما يكون مثلا من إحدى الاقتراحات أو بعض الشركات عملتوا أنه يومين بالبيت وثلاث أيام بالشركة مثلا ممكن نشغل على الفلكسي أورز يعني حسب إنت إنتاجيتك إذا عملك بناسب كبالذات أشخاص التكنولوجيا أعمالهم بتناسب إنه ممكن يشتغل مساء ممكن يشتغل على الفجل المهم إنه يعطيني شغله إنتاجيته حسب شغله ويتميت الددلاين فالشركات يجب أن تنظر إلى إعادة موظفينها مع أنه العمل على الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية والعمل عن بعد وازن ومش كل شخص قدراته تسمح يعمل عن بعد في كتير أشخاص البرودكتيفتي أو الإنتاجية تبعتهم نزلت يعني في ناس مبسطوا على هذا الشي لكن في ناس الإنتاجية الموتيفيشن راح صاروا يدوروا على شركات بتوفر لهم هيك بتوفر لهم هيك مش كله يلا يعمل عن بعد يعمل بالمكاتب لازم نمسك العصام من النص والنوازن إذا بدنا نحافظ على كفاءاتنا ويكون في عنا إنتاجية عالية وانتماء فقدان أي مبادرة فردية وفقدان هذا الشعور أيضا بالمسؤولية من النقاط الأساسية إذ يجد الموظف بأنه شبه مغيب وبأن هناك سلطة مباشرة من المسؤولين عبر هذا الاجتماع الافتراضي هل هناك أيضا فقدان للحماس أو الاندفاع نتيجة هذه التراتوبية التي تظهر بمن يدير هذا الاجتماع الافتراضي يعني عبر التطبيقات المختلفة بالطبع بالطبع هلأ طبعا أي اجتماع مش فقط الافتراضي لازم يكون فيه إلو أجندة لازم تتم إدارته بشكل صحيح هلأ فيه صار فيه تدريبات إنه كيف الإدارات تدير الاجتماع الافتراضي كيف تخلي كل اللي على معانا بالاجتماع انجيجد معانا لهم مشاركة لهم دور ما يتجاوز أوقات يعني فيه منهم بعدوا ساعتين وثلاثة وأربعة فصفة أنت يعني بالآخر عالفاضي فطبعا الإدارات أو إدارة الاجتماعات الافتراضية يجب أن تكون مدروسة يجب أن يكون أجندة واضحة يكون فيه كنترول عليها وما تزيد يعني هلأ أعطي تدريب لأي للأشخاص بتلاقيهم بعد أربعين دقيقة خلص أنت فقدت الانجيجمنت يلي مسكر الكاميرا يلي نايم يلي مش معك يلي مش سامع فطبعا هلأ صار فيه تدريب على كيف تقود الاجتماعات الافتراضية وأنها تكون فعالة وذات جدوى أن تصفر هذه الاجتماعات على عدد أقل من الأفكار تقول آخر الدراسات بأن العلماء ذكروا السلبية والمتصلة بفقدان النظر المباشر في عين المتحدث خلال أي حوار وأي نقاش عملي فقدان الأحساس واللي تحدثنا عنه بداية ولكن الأخطر هو الوصول إلى العدائية بعد فقدان الحس الإنساني تحديدا في المهن التي تتطلب مواهب وإبداع هل يعني ذلك بأن هذه الاجتماعات بعد عامين فرضتها جائحة كورونا ربما تنتهي إلى غير رجعة في عدد كبير من المهن التي تتطلب هذه المواهب طبعا هلأ أشوف زي ما أنا حكيت برضو في البداية في شركات انتبهت لهذا الحكي وبن شخص لشخص هي تختلف أنت عم تفقد مواهب ما فيك يعني أي شي بدك تعمله بدك تعمل دراسة عليه هل هو ناجح هل هو ناجح الاجتماعات الافتراضية برأي الشخص ستقل بالذات للشركات التي تهتم إلى العنصر البشري التي تهتم إلى مواردها البشرية إحنا اسمنا human human resources human capital أنت عم تتعامل مع بشر ففي فروقات وهذه التالنت زي ما حكينا هم الأشخاص عندهم ذكاء عاطفي بيحبوا الـ eye contact مع الآخرين بيحبوا يحكوا مع الناس فإنت لما تخليهم أو بدت تفرض أن يضلوا ورا الشاشات أنت رح تخسرهم وبذلك رح تخسر المواهب ورح تخسر الفلوس يعني خسارة المواهب والمبدعين هي خسارة للفلوس فيعني لازم يصير دائما دراسة ودائما تقييم هل إحنا ماشيين بالطريق الصحيح هل إحنا لازم نغير نقعد مع مواردنا البشرية ونسمعهم شو ممكن الـ brainstorming هذا بوجودهم بوجودهم معنا بيختلف لما يكون على الـ online العامل البشري نظر العين بالعين كيف أنت بدك تحس فيه leadership فيه ذكاء عاطفي عالي كيف بدك تحس في الآخر وتحطها لك مطرحه المتخصصة بشؤون الموارد البشرية سالي أبو علي كنت معنا مباشرة من ستوديوهاتنا في عمان